موسيقى والحقيقة أستاذ تيسير سأبدأ منك بلتر يستقيل من رئاسة الفيفا بقضية أشبه بفضيحة الاتحاد الأوروبي الاستقالة بعد أربع خمس أيام من انتخابه والحديث منصب حول أن هذه الاستقالة جاءت على خلفية قضايا فساد يعني خلينا نحكي أنه ليش استقال بلتر ولماذا اختار أنه يستقيل بعد أربع أيام فقط من اختياره ورفعه شارة النصر في اجتماع الكونغرس يوم الجمعة الماضي ودخوله في مؤتمر صحفي خرج منه كثيرا ومن الباب الخلفي أعتقد أنه كان هناك سببين رئيسيين للإستقالة بلتر السبب الأول يتعلق بقرار أوروبي غير معلن كان مؤجل حتى يوم السبت المقبل على هامش نهاية دوري أبطال أوروبا في ميونيخ كان هناك اجتماع للكونغرس الأوروبي 53 دولة أوروبية ستجتمع كانت الأغلبية العظمى من الأوروبيين مع قرار تجميد العلاقة مع الفيفا ومقاطعة بطولاتها وعلى رأسها كأس العالم هذا الأمر بالإضافة لفضائح الفساد التي انكشفت قبل يومين من موعد انتخابات الفيفا كل ذلك أدى إلى تململ عند الشركات الكبرى الراعية لأنشطة الفيفا لأن هذه الشركات قالت بالحرف الواحد أنها لا تريد أن تلوث سمعتها بفضائح وقضايا الفساد في الفيفا ولذلك عندما سمعت بأن هناك توجه جدي عند الأوروبيين وما بشكله أكبر قوة كروية في العالم يعني لا يعقل أن تكون كأس العالم بدون الأوروبيين لأنهم يعني بشكله العدد الأكبر من المنتخبات التي تتأهل النهايات النقطة الثانية تتعلق بقضايا الفساد بقي بلاتر حتى يوم انتخابات الكونغرس متماسك نفسه يستند إلى بعض المؤيدين له بالكونغرس ممن لم ينكشف الطابق بالنسبة لهم حتى تلك اللحظة لم ينكشف بمعنى طورتهم بقضايا فساد نعم لم تشملهم تحقيقات الـ FBI الأمريكية ولم تشملهم مذكرات الإيقاف حتى مذكرات الأنتربول اللي صدرت اليوم لم تشمل القائمة الجديدة كان آخر قلاع بلاتر هو الأمين العام للفيفا جيرون فالكا اللي تم توجيه اتهام إليه يوم أمس بأنه قام بتحويل 10 مليون دولار لنائب رئيس الفيفا وورنر اللي هو طبعا وورنر من أكثر الناس المنغمسين بالفساد والمتهم رقم واحد بحملة يوم الأربع الماضي لذلك سقط الحصن الأخير لأن الدائرة أصبح ضيقة جدا وأصبح بلاتر يدرك تماما بأن هناك قرار سيعلن في وقت لاحق بأن يمثل أمام لجنة التحقيق يوم الأحد المقبل وبالمناسبة اليوم المذكرات الأمريكية صدرت أنه بضرورة إحالة بلاتر إلى التحقيق يوم الأحد المقبل طيب أسمع وجود نظرك أستاذ عوني باستقالة بلاتر سببها وتوقيتها نعم أنا بداية أذهب إلى تأييد ما ذكروا زميلي الأخ تيسير من موضوع الاستقالة بلاتر وأشدد على قضية مهمة جدا التي ترحها الأخ تيسير التي تتعلق في تهديد بعض الاتحادات الأوروبية بتعليق مشاركتهم في بطولة كأس العالم ولماذا أذهب بتأييد الأخ تيسير لأن اليوم الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار بإلغاء الاجتماع اجتماع كان مقرر قبل نهائي بطولة أبطال أوروبا يوم السبت نعم ألغي الاجتماع اليوم بصورة مفاجئة وهذا ما يؤكد بأنه كان هناك في الاجتماع ما يشير إلى أنه الاتحادات الأوروبية في طريقها لاتخاذ قرار شبيه بما ذكروا الأخ تيسير وبما هددوا في بعض الاتحادات الأوروبية قبل الانتخابات يبدو أنها كانت هي عبارة عن ورقة بلوحه فيها بوجه بلاتر بأنه ينسحب ولكن هو الرجل بقي صامد أنا بأعتقد بأنه هي قرار موضوع الفساد الفضائح التي استشرت في الاتحاد الدولي لكرة القدم سرعت في اتخاذ القرار لكن بلاتر اشتغل الموضوع بذكاء أراد أن يخرج بطلا من هذه المعركات بدليل أنه لم ينسحب من الانتخابات لم ينسحب من الانتخابات رغم أن بلاتيني تمنى عليه قبل الانتخابات وأكد عليه بضرورة أن يمسح هذه الوصمة التي علقت في وجه الاتحاد الدولي وضرورة الانسحاب قبل بداية الانتخابات لكن هو لو فعلها لكان الأمير علي اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فأنا أعتقد بأن القضايا الفساد وقضية تهديد الأوروبي في بوضوع عدم المشاركة في كأس العالم كانت إلى جانب القضية الفساد التي طالت أقرب الناس الذي هو الأمير العام للاتحاد الدولي هناك من تحدث عن ضغط إعلامي لاحق بلاتر حتى اللحظة الأخيرة حتى عقب فوزه في الرئاسة وأن وسائل الإعلام بقيت تهاجم بلاتر هذا ما أشعر بلاتر بالخطر أكثر فأكثر تنسحب واستقالم رئاسي فهذا وارد هذا وارد جدا طبعا وبلاتر أصلا يعني هو تحرك من هذا المنظور عندما قدم استقالته شعر بأنه هو حتى في تصريحاته عندما نجح في الانتخابات في اليوم الثاني كان يحكي أنه أنا مش مرغوب مش مرغوب فيه وحتى اليوم رئيس الاتحاد الأوروبي السابق صرح في هذا الاتجاه وقال بأنه رجل ينتظر صافرات الاستهجان من الجماهير في الملاعب ماذا تريد منه؟ هل يبقى؟ يعني هي فيه جزئية متعلقة في موضوع الصحافة تعرف الصحافة الأوروبية صحافة يعني حرة وصحافة منتشرة بقوة ولا تجامل ولا تداهن أي أحد اليوم إجماع من الصحافة الأوروبية على كلمة أرحل وإجماع على رحيل الفاسد وإجماع على الشماتة خلينا نعكيها بلغتنا العامية أنه فعلا كل الأوروبيين توحدوا هذا موقف غير مسبوق أنه كل الصحافة يكون لها موقف من الرئيس الفيفا لأنه شعروا فعلا بأنه هذا الرجل يقود عصابة من الفاسدين تحت مسمى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الآن الستار المكشف ظهرهم لم يعد محمي يعني ومشكلته بصريح العبارة أنه ورطان مع الأمريكان الأمريكان عندهم كل المرفات عندهم كل الحسابات البنكية عندهم كل مظاهر كل ما يلزم كل ما يلزم للكشف عن تسجيلات الصوتية أو الحسابات الغير سليمة فبالتالي الأمريكان حطوه برأسهم ونجحوا فعلا أنهم يحشروا بالزاوي غير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر